عندنا أربع جداول الجدول الأول فيه أسامي كل الطلبة الجدول الثاني فيه أسامي الطلبة المسجلين في كلاس الأرض الجدول الثالث الطلبة المسجلة في كلاس الماث والجدول الرابع الطلبة المسجلين في كلاس الإنجليش المطلوب من أننا نحنطلع ثلاث جداول الجدول الأول فيه أسامي ورقم الـ ID بتاع الطلبة اللي حضروا أي كلاس من الثلاثة الجدول الثاني يكون فيه أسامي الطلبة اللي حضرت كل الكلاسات Art و Math و English والجدول الثالث يكون فيه اسامي وارقام ال ID بتاعت الطلبة اللي ما حضرتش اي من الكلاسات الثلاثة. احنا نشوفنا المقارنة بين الجداول قبل كده باستخدام Merge لكن المرة دي مش نستخدم Merge لان احنا هنقارن بين اكتر من جدولين فحنستخدم M Code Functions وتعال نشوف هنعمل كده ازاي السلام ورحمة وبركاته و اهلا بيكم في فيديو جديد الفيديو الخامس من سلسلة Power Query متقدمة او APQ النهاردة هنشوف ازاي نقارن بين اكتر من جدولين و هنشوف ازاي نعمل كده لكن مش باستخدام Merge باستخدام M Code وبتحديدا باستخدام List Functions و هنشوف اربع دوال من دوال List Functions اول واحدة هيكون اسمها List.Union التانية هيكون اسمها List.ContainsAny التالتة هيكون اسمها List.Intersect و اخر واحدة هيكون اسمها List.Difference يلا نروح نشوف المسائل العملي مع بعض بسرعة دول الاربع جداول بتوعنا الجدول الاول في اسامي كل الطلبة حوالي 235 طالب الجدول التاني في اسامي الطلبة المسجلة بس في كلاس الارت و اللي بعد كده كلاس الماس وبعد كده كلاس الانجليش فهما اربع جداول كل جدول من دول انا امتديروا اسم نروحة لتابل design الجدول ده اسمه انجليش الجدول ده اسمه math الجدول ده اسمه art وده اسمه all مش بكده و بس كمان انا قردي حدتهم جوة Power Query عملت بيهم اربع Queries يعلمين اهو اربع ومعملت لهمش لود في اي مكان اعملهم كلهم connection only لاني مش محتاج اعمل لود في اي جدول من دول ومتعالنا نروح على Power Query Editor عشان نبدأ نشوف هنعمل المقارنة بينهم ازاي طيب اول حاجة انا محتاج اعرف الطلبة اللي حضرت اي من الكلاسات التلاتة عندي 25 طالب عايز لستة باسامي الطلبة والاديات بتاعتهم اللي حضرت اي من الكلاسات التلاتة سواء كان art او math او انجليش عشان اعمل كده تعالي نعمل query جديدة خالص هقفل حتة الفاضية دي وعمل right click وقاله new query other sources وبعدين blank query هيفتح لي query فاضية خالص طيب عشان قدر اعمل كده هستخدم function اللي اسمها list.union طب بتعمل اي list.union بتعمله منتهة البساطة بتحط دي التلات لستة تحت بعض كاني بعمل append بالزبط يعني بحط listة التانية التالتة كلهم تحت بعض بس في الاخر بتعمل بينهم حاجة اسمها union يعني بتشيل كمان duplicates كاني اعملت append وبعد كده شلت duplicates طيب تعالي نشوف مع بعض هنعمل الكامده ازاي هنبدأ نكتب equal ونبدأ نكتب كلمة list وزي ما انت شايف بدأ يساعدني اهو ادي listة كل الفونكشن زيتا بكلمة list لو عملت scroll down لغاية تحت كده شوية هتلاقي في الاخر حاجة اسمها list.union ممكن اختارها بالماوس وبعد كده افتح قوس عشان ابدأ اكتب طب هي محتاجة مني ايه محتاجة مني lists مجموعة من الليست وكمان تكون محتوطة as list طالما قال لي as list يبقى لازم نستخدم الكيرلي براكت طب تعالي نفكر كده هي الليستة اصلا عبارة عن ايه انا حطيت كيرلي براكت قدامك هو عايز ابدأ احطه جواه حاجة خد بالك انا عندي جداول مشلست يعني هنا اربعة query والاربعة query دول عبارة عن table مش list يعني ايه table يعني عندي اكتر من one list الليستة ما هي الا column اي column جوا اي table ما هو الا الليستة فانا كده محتاج اعمل المقارنة او اعمل اليونيون على عمود محدد listة محددة او عمود محدد في الحالة بتاعتنا يفضل استخدم ال id الاسم ممكن يكون فيه تشابه لكن ال id يفترض ان يكون unique طيب انا عايز اقول له لو سمحت اعمل union ما بين 3 list في الحالة بتاعتي الليستة دي هتكون عمود محدد من جدول محدد يبقى اول listة هتكون موجودة في query اللي اسمها art او table اللي اسمه art و افتح سكوير براكت عشان اقول له عايز ال column اللي اسمه id يبقى اول listة art id جدول ال art ال column اللي اسمه id بعد كده بره ال square bracket هعمل كما اللي بعده من الماث هكتب math وبعد كده افتح سكوير براكت خد بالك طبعا ال power query case sensitive يعني بكتب art ال is تكون capital math ال m لازم تكون capital زي ما هي معمولة بالزبط في ال query زي ما حاك شايف كده على الشمال برضو محتاج منها ال id هطلع بره ال square bracket و اعمل كما عايز اللي وراها ال english و لو سمحت برضو افتح square bracket و اقول له عايز منها برضو ال id يبقى لو عملت كده هيعمل مقارنة مبيني تاتلست هيعمل حاجة اسمها union هيجيب لي التاتلست تحت بعض و هيشين منهم duplicates تعال انجرب نعمل العلمة الصح فعلا ادي list ال id اللي حضر اي من الكلاسات الثلاثة وعددهم 260 طالب و ادي العدد زي ما حاك شايف كده ممكن اديها اسم يكون لي معنى ولكن مثلا attended underscore any يبقى ده اسامي الناس اللي حضرت اي من الكلاسات يبقى كده خلاص انا جاهز و اعتقد ده كافي انا كده خلاص عملت ال objective بتاعي فاضل بس ان انا كمان احط اسامي الطلبة ممكن اعمل كده بطريقتين طريقة سهلة ان انا اعمل merge و شفناها قبل كده لكن انا حاولها بشكل مختلف عن طريق برضو ال M code فاستنى معايا شوية عشان نشوف هنعملها ازاي موسيقى طيب بدل ما استخدم merge هستخدم طريقة تانية ان انا هعمل فلتر لل all students كل الطلبة وهنا عندي subset او عندي مجموعة مصغرة منها اللي هي مين اللي حضروا اي كلاسة الثلاثة هنا 260 هنا عندي كام 285 يبقى انا عايز اطلع من هنا ال 260 اللي حضروا الثلاثة الثلاثة موسيقى موسيقى طيب يبقى انا كأني بالضبط بعمل فلتر فتعال نجرب كما نقوم بعمل ونعمل فلتر اي فلتر هقف هنا كده وهاختار اي اسم وليكن اسمين وتعالى نشوف ايه اللي حصل بص كده على formula bar طبعا عندي خطوة اسمها ونقوم بعمل فلتر وبص كده على formula bar استخدم function اسمها ايه table.select rows فانا عايز استخدم نفس الفونكشن دي table.select rows بس كمان هستخدم جواها فونكشن تانية اللي اسمها list.containsany نمسح الخطوة دي ونرجع تاني على الكويري بتاعتنا ونضيف خطوة جديدة هدوس على fx هنا هكتب لي خطوة دي ويكتب لي هنا source لان دي الخطوة اللي قبلها فبيحطها على طول لا يوجد مشكلة انا همسحها وابدأ اكتب الفونكشن اللي احنا شفناها مع بعض اللي اسمها table.select rows خد بالك ساعات بيدابلر الكلمة اللي في الاول فكتب table مرتين لا يوجد مشكلة انا همسحها table.select rows وابدأ افتح القوس فتح قوس وقفله على طول اول حاجة بيسألني فين ال table اللي انت عايز تعمله فلتر او تعمل تختار منه بعض ال rows ال table ده هيكون ال cool اسمها all students فحقول له لو سمحت انا عايز all students طب ايه ال condition ال condition عشان ابدأ اقوله ال condition لازم ابدأ بكلمة each each دي لازمتها ايه هخليه يخش جوه ال table ويدور على line by line لو ما عملتش كده مش هيفهم انا عايز ايه بالزبط فحبدأ اكتب كلمة each هكتبالي بالازرق بالشكل الحراك شايفو ده طيب انا عايز اقول له لا انا مش عايز ادور على اسم معين انا عايز ادور على listة بالكامل طب فين ال listة دي ادي هالو ازاي حادي هالو عن طريق function اللي اسمها list.containsany موجودة هنا اهو list.containsany وابدأ افتح قوس عشان function الجديدة طب ال function دي عايزة list as a list محتاجة اديها list بصوا على screen assistant محتاجة اديها list ال listة دي ما هي العمود والعمود ده موجود فين موجود في ال all students وانا الوقت جوه already all students فحدي له listة العمود اللي انا محتاج اعمل عليه الفلتريشن اللي هو هيكون عمود مين عمود ال id فحدي له كده بالزبط هكتب له كلمة id جوه 2 square bracket بس هو عايزها ايه as list خد بالك قالك list as list وحنا اتفقنا طلب وانا طلب منك list as list يبقى لازم اديها له جوه curly bracket يبقى برا square bracket هحط كمان curly bracket عشان يفهم ان دي listة بعد كده قام الطلب التاني عايز مني listة values list values اللي هي ما هي الا listة اللي قدامك دي طب وديها عليها فين عليها في الخطوة اللي قبلها اللي اسمها source يبقى لو كتبت له هنا source كأني بالزبط بقوله لو سمحت روح على all students اعمل عليه filtration قارن بين listة ال ids اللي موجودة في all students والlistة اللي موجودة في source وهاتلي ال rose لما تلاقي ال condition عشان اتحقق هاكي ال rose المطلوبة هعمل علامة الصح زي ما انت شايف عمل المطلوب بالزبط جاب لي listة الاسامي و listة ال ids اللي موجودة في all students ويعادهم زي ما هم زي ما اتفقنا مع بعض هم المتين وستين لو نزلت تحت الغاية الاخر هم هم نفس المتين وستين الكودة دي جاهزة ممكن اعمل لها load close and load close and load 2 هخرجها في table وهختار existing worksheet هختار output وانا مجهز مكان اللي هعمل فيه اللود بتاعي وهختار B5 وقال له اوكي وارجع تاني على تشيط اللي فيها ال output وزي ما انت شايف هذه listة اسامي الناس اللي حضرت اي class من الكلاسات المقارنة اللي بعد كده عايز اشوف الناس اللي حضرت كل class art وclass math وclass english عشان اعمل كده هروح تهي ال power query editor ضغب كليك على اي query من دول هيفتحي power query editor بنفس الطريقة right click في الحتة الفاضية new query other sources وحقول له لو سمعت عايز blank query وطعا نفكر لو انا بقول ان انا عايز math والانجلش والart مع بعض كاني بقوله بالزبط عايز التقاطع ما بين الثلاث جداول مع بعض طب عشان اعمل كده هنستخدم الفونكشن اسمها list.intersect بتشتغل بنفس الطريقة بالزبط زي list.union وطعا نجرب مع بعض هبدأ اكتب equal واكتب كلمة list وقادي عندي اهو اقدر اعمل scroll down وحلاقي عندي list.intersect هاختارها وابدا افتح قوس نفس الطلب اللي كان مطلوب مني بالزبط محتاج مني مجموعة من الليست lists as list مجموعة من الليست داخل list وزي ما قلنا طالما قال as list يبقى متى افتح كيرلي bracket يبقى هفتح كيرلي bracket وابدا اكتب جواه التلات ليست اللي انا عايز اعمل بينهم مقارنة عن طريق التقاطع او الانترساكت اول واحدة هتكون الارت التيبل اسمه art وعايز منه لستة الايد اطلع برا سكوير براكت واعمل كاما اللي بعده انجليش ونفس الكلام سكوير براكت وجواه اي دي يبقى دي تلات لستة مع بعض هعمل علامة الصح وقادي اللستة فيها ستة وستين ايتم يعني عندي ستة وستين طالب قدروا يحضروا التلات كلاسات مع بعض وتعا نغير اسم الكويري ونديها اسم لي معنى وليكن المرة دي اسمه attended all وتعا هنعمل بنفس الطريقة بالزبط نفس العملية المرة اللي فاتت ان انا اعمل عملية الفلتر من التابل بتاع الستيودنس ومدل ما ارجع اعيد الكود كله ممكن اروح على الكويري اللي قبلها واخد الكود بتاع الخطوة بتاع الكاستم كنترول سي وارجع هنا تاني على attended all واعمل خطوة جديدة والخطوة دي عن طريق F of X هيكتب لي كلمة source و equal امسحهم وعمل كنترول V الكود ده هو بالزبط هيشتغل اخد source واخد list contains الائدي اللي موجود جوه فبس هعمل العلمة الصح وهتلاقي التابل بتاعك ظهر بشكل كويس جدا نفس 66 رو ولكن فيها الاسامي وفيها الائدي كده خلصنا المقارنة التانية close and load close and load to table واضحه حطه في المكان بتاعه وادوس على اوكي اتعماله لود لل66 اللي حرج شايفهم قدامك المقارنة الثالثة اللي عايز اعملها عايز اشوف مين الطلبة اللي ما حضرتش او ما سجرتش في اي كلاس من الثلاثة طب هنا انا عندي على الشمال الـ output الاولاني اللي عملناه اسامي الطلبة اللي حضرت على الاقل كلاس واحد لو قدرت اقارن اللستة دي باللستة اللي موجودة في الـ input بتاعي او الـ raw data بتاعتي اللي هي فيها all students لو قدرت اقارن اللستة بتاعت كل الطلبة باللستة بتاعت الطلبة اللي حضرت على الاقل كلاس واحد يبقى بالتالي الفرق بينهم هتكون الطلبة اللي ما حضرتش اي كلاس من الكلاسات وده انا عايز اعملو عشان كده هعمل دابو كليك على اي كويري من دول واروح على الـ power query editor وبنفس الطريقة في الحتة الفاضية right click new query from other sources وبعدين اقول له لو سمحت عايز blank query وبعدين حبدأ اكتب الفونكشن الجديدة اللي هستخدمها عشان اجيب الفرق بين لستتين كاني بالزبط بقول ايه الفرق بين الليستة بتاعت كل الطلبة مع بعض واللستة التانية بتاعت الطلبة اللي حضرت اي كلاس من التالاتة الفرق بينهم هو ده لنا عايزه بالزبط وفي الحالة بتاعتنا هنستخدم الفونكشن اللي اسمها list.difference هكتب equals وبعد كده list عايز اجيب بقى dot difference ممكن اعمل scroll down شوية تحت هتلاقي اهو list.difference وبعدين ابدأ افتح القوس عشان احط الكثير من المطلوبة اول حاجة عايز مني list 1 هو هيخارم بين listتين list 1 و list 2 فمحتاجة ديه list 1 as list و list 2 as list list 1 موجودة فين؟ موجودة في الكوير اسمها all students فاهمة هكتب all خد بالك اداني اختيار all students عايز منها listة ال id اعمل مقرب ال id على طول فهفتح square bracket واكتب id واطلع بقى square bracket واعمل كما واللستة التانية موجودة في الكوير اسمها attended any فحبدأ اكتب attended وعندي اختيار اما attended all او any انا هختار any وافتح square bracket وحطه هواها id برضو وانسى ان انا دوست على علامة الصح حايديني على طول الليستة بتاعة 25 اسم اللي ما تسجلوش او ما حضروش اي class من الثلاثة وده منطقي جدا لان عندي اجمالي all students 85 والناس اللي حضرت اي class من الثلاثة 262 الفرق بينهم طبيعي يكون 25 طبع تعالى بقى نجرب الطريقة التانية ان انا بدل ما اعمل موضوع الفلتر ان انا اجيب اسامي طلبة باستخدام merge لكن لازم الاول الليستة تحول الى table يبقى من transform هنروح على convert to table وحدوث على اوكي الدياني column 1 ممكن نغير اسمه وفي الحالة دي ممكن اسميه ال id ال type بتاعه abc123 خلينا احسن نسميه abc هو فيه ارقام وحروف فانا هعتبره text على طول الخطوة اللي بعد كده ان انا اعمل merge هنروح من merge queries ويحدوث عليها على طول ادي الكويري اللي انا عايز اعمل منها اللي انا واقف عليها query 1 وهي اختار من all students هختار برضو ال id هيقول لي هنا على طول 25 او 25 rows حصل لهم matches لو دوست على اوكي ادي التابل اللي جالك من all students المعلمات اللي جالك من all students فيها ال id وفيها ال name ها اكسباند انا محتاج بس ال name هشيل ال id وشيل use original column name as prefix وادوس على اوكي ادي اللي ست عندك بقت جاهزة خلي ال id بعد full name نخلي نفس الترتيب اللي احنا كنا شغالين بيه وquery 1 هسميها attended underscore no وندسكور تانية وclass وانتر انا كده ready close and load close and load 2 هاختار table existing work sheet اختار h5 وادوس على اوكي ادي الثلاث لست بتوعك موجودين وقدرت اقارن بين مجموعة كبيرة من الجداول مرة واحدة باستخدام دوال ال M code وخصوصا الليست functions اعتقد مفيد ممكن نطلع منه بتطبيقات عملية كتير جدا وكده نكون وصلنا هات الفيديو لو عجبك لو سمحت اعمل لايك واشتراك في القناة واسب لي تعليق وهتلاقي هنا بعض اللينكات لبعض السلاسل والجلات المهمة لو سمحت اخد فكرة عنهم واشوفكم الفيديو الجاي شكرا جدا لوقتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته